شنال لوار كنفرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية المرحلة الثانية من حملة توزيع المركبات على الأجهزة الأمنية بساحل حضر موت ضمن برنامج إعادة تاهيل أجهزة الأمن والشرطة الممول من قبل دولة الإمارات وتشكل الدفع الجديد من المركبة الخاصة بقطاع الأمن والشرطة في حضر موت إضافة نوعية للملف الأمني وتعزز المنظومة الأمنية في بقية المديريات ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن بساحل حضر موت عبر برنامج التأهيل الذي تبنته ومولته وتشرف على تنفيذ وزارة الداخلية الإماراتية وتأتي هذه الدفعة من المركبات استكمالا للدفعة الأولى من المركبات والسيارات والدوريات والإسعاف والإطفاء والدراجة النارية الخاصة بالأمن والشرطة والتي بلغ مجموعها خلال الدفعة الأولى والثانية 277 مركبة حضر تتشين عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقوات التحالف العربي إلى جانب قيادات أمنية في محافظة حضر موت ترجمة نانسي قنقر